والآن جاء موعد أخبار المال والأعمال تقدمه لنا فاطمة خاليل شكرا يا كافوري شكرا ياسر عبدالسطار وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى ما يتسبب في أعطال السيارات وشددت وزارة البترول على أن البنزين يقضع لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسة والفرعية لشركات التسويق للوزراء في السياق المتصل أكدت هيئة البترول أن هناك عددا كبيرا من الشركات العالمية التي تعمل في مصر في مجال تسويق البنزين وتقوم بإجراء اختبارات للبنزين في مستودعتها حيث لم تتلقى الهيئة أي شكاوى من هذه الشركات العالمية التي تحظى بسمعة دولية كبيرة أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملة أن مصر أولت اهتماما كبيرا بالتحول للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وأوضح وزير البترول أن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبعي كوقود نظيف كان نقطة انطلاق مهمة نحو تحول الطاقة وخفض الانبعاثات حيث يجد استهلاك الغاز الطبعي في مصر بشكل مطرد ليصل إلى أكثر من 65% من استهلاكها من الهايدروكربون أو الوقود التقليدية أطلقت وزارة التعاون الدولي لاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية حيث يعد البنك الأوروبي من أهم شركاء التنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر خطوة جديدة نحو البناء والإعمار بتجديد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بإطلاق الاستراتيجية الجديدة للعام الحالي والتي تستمر حتى عام 2027 والتي تتركز حول تحقيق الاقتصاد لمجتمع المرأة والشباب وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية نحن بنصيغ استراتيجيات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية المختلفين النهاردة بنطلق الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قربنا نخلص مع البنك الأفريقي للتنمية وأيضا مع الأمم المتحدة وهنبدأ مع البنك الدولي النهاردة كنا سعداء بأنه في حضور قوي جدا من الوزراء الزملاء الأعزاء لأنه داني تاج جهد كبير للأطراف دات الصلة ونحن دائما عندما نتكلم عن الأطراف دات الصلة نقول الحكومة القطاع الخاص المجتمع المدني وشركاء التنمية العالميين أنا هنا مع فريقي هذا الأسبوع لمناقشة أولوياتنا ومقابلة عملائنا ومناقشة خطة أعمالنا داخل مصر خلال الخمس سنوات القادمة ووجودنا هنا لكي نساعد مصر في استضافة هذا الحدث الهام وهو كوب 27 والذي يعد نجاحه طموحا لنا جميعا وتحولا كبيرا أيضا الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عدد من الوزرات والبنك الأوروبية كان من أهمها توقيع اتفاقية مشروع مترو الإسكندرية وذلك في إطار العلاقة القوية التي تجمع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي ساهمت في زيادة استثمارات البنك في مصر والتي وصلت خلال السنوات السابقة لـ 5.8 مليار يورو على مستوى القطاعات كافة من هذا المنطلق تحديثا لإستراتيجية الطاق مع وزارة الكهرباء فإحنا اتفاقنا مع البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية إنه هو هايمول هذه الدراسة المهم لأنه إحنا النهاردة دخلنا مزيد جديد لما كنا عاملين استراتيجية بتاعتنا ما كانش لسه من خمس سنين موضوع الهيدروجين فالنهاردة بيستلزم القبر نحنا نمشي ونتواكب مع التطور ومع العلم الحديث بدأت مصر منذ عام 2014 في تنفيذ خطط واضحة وقوية للإصلاح الاقتصادي والعيكلي في العديد من القطاعات لمواجهة التحديات التي كانت تقف حائلا دون تحقيق التنمية بسيما في قطاع الطاقة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر لقد أضحى قطاع الطاقة على رأس أولويات الدولة وتم تنفيذ إجراءات عاجلة لمواجهة النقص في قدرات الكهرباء كما تم إصدار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة وهي خطة طويلة الأجل تستهدف تنويع مزيد الطاقة من المصادر المتجددة تعاون إنمائي كبير بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدأ منذ عشر سنوات وساهم في زيادة فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية والتركيز على الاقتصاد الأخضر خاصة مع الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ كوب 27 مما يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية بالوضع الاقتصادي والمصرفي في مصر محمود جميل التلفزيون المصري ألعط البورصة المصرية عملات جلسة اليوم بتباين للمؤشرات إذ خسر رأس المال السوقي نحو 6 مليارات وتسامات مليون جنيه ليغلق عند مستوى 788 مليارات و 566 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 81 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 11.094 نقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 متساول أوزان بنسبة 31 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 11.911 نقطة صعد مؤشر إي جي أكس 100 متساول أوزان بنسبة 5 من 10% ليغلق عند مستوى 2896 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعر العملات أمام الجنيه المصري لسجل الدولار الأمريكي نحو 15 جنيه و 65 قرشا للشراء و 15 جنيه و 77 قرشا للبيع أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 17 جنيه و 10 كروش للشراء و 17 جنيه و 24 قرشا للبيع بالنسبة لسعر الاستليني وصل سعره إلى 20 جنيه و 70 قرشا للشراء و 20 جنيه و 87 قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4 جنيهات و 26 قرشا للشراء و 4 جنيهات و 29 قرشا للبيع أما عن سعر أريال السعودي وصل سعره لأربع جنيهات وسبعة عشر قرش للشراء وأربع جنيهات وعشرين قرشا للبيع أعلن البنك المركزي الروسي أن بطاقات فيزا وماستر كارد الصدرة عن البنوك الروسية ستظل تعمل في روسيا بفضل نظام الحوالات المالية الروسي البديل مشيرا إلى أن العقوبات لن تؤثر على ذلك وأوضح المركزي الروسي أن البطاقات تغضع لخدمة المدفوعات الوطنية NSPK لذلك فإن العقوبات لن تؤثر والأموال متاحة للعملاء داخل أراضي روسيا بشكل طبعي وأضف أن المعاملات المالية باستخدام فيزا وماستر كارد خارج روسيا لن تكون متاحة بما في ذلك في المتاجر الإلكترونية الأجنبية مؤكدا أنه في حالة السفر إلى الخارج يوصى باستخدام بطاقات نظام الدفع الوطنية مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لياسر وآية الاستكمال ما تبقى من السيد الساق؟ شكرا لك يا زميلة فاطيمة خليل شكرا لك يا زميلة